موسيقى السلام عليكم نشط للأخبار أهلا بكم بداية قرر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون قرر إعفاء المواطنين الشباب المولودين قبل تاريخ أول جنفي سنة 1995 ولم يتم تجنيدهم بعد من التزامات الخدمة الوطنية طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 184-24 المؤرخي في الحادي عشر جوان 2024 وعليه تعلم وزارة الدفاع الوطني المواطنين الشباب المولودين قبل هذا التاريخ بأنهم مدعوون للتقدم إلى هيئات الخدمة الوطنية التي يتبعونها قصد إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بهذه العملية مرفقين بالوثائق الآتية نسخة من بطاقة التعريف الوطنية صورة تاني للهوية تحدد رزنمة مرور المواطنين المعنيين على مستوى هيئات الخدمة الوطنية تبعا لشهر ميلادهم كما يلي جونفي من الثلاثين جوان إلى الرابع جوليا 2024 فيفري من السابع إلى الحادي عشر جوليا 2024 مارس من الرابع عشر إلى الثامن عشر جوليا 2024 أفريل من الواحد والعشرين إلى الخامس والعشرين جوليا 2024 ماي من الثامن والعشرين جوليا إلى الفاتح أوت 2024 جوان من الرابع إلى الثامن أوت 2024 جوليا من الحادي عشر إلى الخامس عشر أوت 2024 أوت من الثامن عشر إلى الثاني والعشرين أوت 2024 سبتمبر من الخامس والعشرين إلى التاسع والعشرين أوت الفين واربعة وعشرين أكتوبر من الفاتح إلى الخامس سبتمبر الفين واربعة وعشرين نوفمبر من الثامن إلى الثاني عشر سبتمبر الفين واربعة وعشرين ديسمبر من الخامس عشر إلى التاسع عشر سبتمبر الفين واربعة وعشرين إلى قطاع السكن حيث تعززت الوكالة والوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل بمقر جديد بساعد حمدين بالعاصمة أشرف على تدشينه وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريبي الذي ذكر بالمناسبة بجهود الدولة والإمكانات التي تم تسخيرها من أجل ترقية هذا القطاع استجابة لطلب وتطلعات المواطنين وضمانا لحقهم في سكنات لائقة للعيش الكريم بالعريبي شدد أيضا على صرامة المراقبة بخصوص الأحقية في السكن واعتماد الرقم كسبيل وحيد للاكتتاب عبد السلام حباس المقر الجديد لوكالة عدل نحفة معمارية مميزة بمساحة واحد هكتار واربعة عشر طابقا مكسب جاء ليعزز فعالية الأداء الإداري للوكالة لتقديم خدمات راقية للمكتتبين مرفق مجهز بأحدث التقنيات إضافة للمكتسبات التي حققتها الوكالة في غطاء السكن تتبعون لمصار عدل تلين يعلمون جيدا أن الطريق لم تكن معبدا فهناك من كابدا وواجه وراهن على أن تتحول حياة الملايين إلى حياة أفضل من ذي قبل وهي اليوم ترسخ لبرنامج جديد ميلاده من ولاية الجلفة فالشكر كل الشكر يعود لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بقد تم توسيع ما يقارب 452 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 5 جوليا 2024 التسجيل في برنامج عدل ثلاثة سيكون رقميا مئة بالمئة وتحيين المرسوم التنفيذي 0105 جاء ليحدد شروط وكيفية شراء المساكن حسب مستوى المكتتبين سيكون لنا موعدا بالإطلاق برنامج عدل ثلاثة في 5 جوليا المقبل وابتداء من الساعة الخامسة مساء وتم دراسة جميع النقاط ومراسلة السادة الولاة لتوفير الأوعية العقارية كما تم إعادة النظر في المرسوم التنفيذي 0105 المحدد لشروط وكيفية شراء المسكن المنجز بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويل آخر في إطار البيع بالإيجار وهو ما يسمح بتنظيم هذه الصيغة بشكل ناجح أما بخصوص طريقة الاكتتاب فستكون رقمية مئة بالمئة تعتمد على رقم التعريف الوطني لونين وعلى رقم الضمان الاجتماعي لأنسيسي وهذا دليل قاطع لتحكم القطاع في الجانب التقني والرقمي زيادة عدد الأشطر إلى خمس أشطر عود أربعة تمديد فترة تسديد باقي ثمن المسكن إلى 30 و35 سنة حسب الحالة وذلك مراعاة لمستوى دخل المكتتيبين وأزواجهم بدلا من 25 سنة بغرض التخفيف الأعباء على المستفيدين من برنامج البيع بالإيجار دول أعمار المتقدمة تم اعتماد إجراء الكفيل لتسهيل دفع المبالغ الأقصاط المتبقية ومن ثم المسكن المخصص للبيع للإيجار برنامج عدد الثالثة يأتي ليعزز مكاسب قطاع السكن ويؤكد الحرص الذي توليه الدولة لتحسين الإطار المعيشي للمواطن بإعطاء السكن لمن يستحقه بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتوصل عملية سحب استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من شهر سبتمبر المقبل هذا وبلغ عدد الراغبين في الترشح 22 راغبا في الترشح من الأحزاب السياسية والأحرار الإجراءات والتنظيمية والتقنية التي سخرتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سهلت على الراغبين في الترشح عملية سحب الاستمارات هذا وتتوصل بالموازات عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بولاية شلف وسط أجواء يطبعها التنظيم الجيد كريم الرجمت خطوات جادة لتفعيل دوره في المشاركة بالصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة محمد يستفسر جيت عندكم باش تنورونا فيما يخص الملفات اللي نقدموهم باش نظر لأنه عندنا في العائلة كاي اللي ينبدأ الإقامة كاي اللي يحبي يبدأ المكتب تصويت نتاعه عندك بطاقة تعيفة وطنية نسخة منها وصل الكهرباء أو وصل المياه أو شهادة بطاقة الإقامة هذا مكان ومن حوار واع متبادل إلى إقبال مباشر لهذا الشاب بصم حضوره فيه بأول خطوة لها في مسار الانتخاب هكذا استأنفت بلدية الشلف على غرار بلديات الولاية عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وسط أجواء سهلت ليونة العملية بأريحية وتوفير كل الإمكانيات لإحصاء شامل دقيق للمواطنين كالتدع بنتي توضرت جيتنا نعودها لها إن شاء الله إن شاء الله يا رب في الانتخابات نشارك إن شاء الله فيها الخير جمهور رياحة ولي عاود يرجحها للموعد انتحها الأصلي باش يحترم هذه الغزنامنة على الانتخابات لتكون كل خمس سنوات العهدى رئاسية أنا ملي صغيرا نفوطي الفوط هذا يعني واجب أما كم يقول كل الفوطي هكا قالوا الله واجب يفوطي هذا هو واجب كل إنسان عنده حق بي يفوطي يفوطي وهذا بسيباري وخير لي تلعلكتها نفوطي وزيد نفوطي وزيد نفوطي نبقوها مصاملة من قلب خرج بوينا ونفوها بزاف بزاف هنا عنا في بلدي تشلف الهيئة الناخبة تتكون من حوالي 143 ألف ناخب المراجعة الاستثنائية بيانت بلي هناك تسجيلات أولية في بداية 1 جنفي قد قدرت بـ 1493 عدد المشطوبين لعدة أسباب وفايا أو تحويل إقامة كان 871 العملية مستمرة لتبقى الأبواب مفتوحة أمام المواطنين إلى غاية السابع والعشرين من الشهر الجارية بما يعزز واجب الانتخاب حقاً ديمقراطياً تشاركياً في بناء الجزائر الجديدة والجرية والوطنية بالخارج تسعي الأخرى إلى المساهمة في تعزيز البناء المؤسساتي للجزائر والمشاركة في إرساء معالم الجزائر الجديدة عبد الرحمن كفاءة جزائرية في مجال الهندسة الفيزيولوجية بفرنسا يسخر الوقت والجهد للاهتمام بشؤون الجزائريين المغتربين وخدمتهم بكل ما أوتي من حس وطنية التغطية لعفاف بالهشات والتقرير لأي دحو من عالم الهندسة الفيزيولوجية تلقفه شغف التكنولوجيا وتطوير التطبيقات خدمة لجاليتنا في فرنسا مسلم كويز تطبيق استحدثه عبد الرحمن يختبر القواعد والمعارف الإسلامية إلى جانب تطبيق آخر يحدد وقت الصلاة حسب الموقع الجغرافي لكل ما أتعلم كل يوم ولا أتوقف عن التعلم أبداً أقدم خدمات رقمية لتطوير المواطنة وكل ما له علاقة بالمجال الرقمي عبد الرحمن يتابع الأخبار والأحدث في وطنه الأم الجزائر وإنجازات الدبلوماسية الجزائرية ونجاحتها الأخيرة أتابع بكل فخر نجاحات الدبلوماسية الجزائرية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الجزائر التي لم تتراجع يوماً عن دعمها للقضية الفلسطينية واليوم يرتكز اهتمامه على الانتخابات الرئاسية المرتقبة شهر سبتمبر يجب علينا المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية لن أنتخب فقط بل سأساهم في نشر التوعية في الأوساط الشبانية لجاليتنا هنا في فرنسا تتواصل عملية مراجعة القوائم الانتخابية وينكل لأفراد جاليتنا في الخارج التسجيل في قنصلياتنا أو عبر المواقع الإلكترونية المخصصة في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريبة المنظمة بكل أشكالها نفذت وحدة ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من الثاني عشر إلى التاسع عشر جوان الجري العديد من العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني ففي إطار مكافحة الإرهاب سلم إرهابيان نفسيهما لسلطاتها العسكرية ببرج باج مختار يتعلق الأمر بكل من سين ألف وسين سين ألف ولذان كان بحوزتهما مسدسان رشاشان من نوع كلاشينكوف ومجموعة معتبرة من الأسلحة وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى كما تم توقف ثلاثة عناصر دعم للجماعات خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحفيفة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية ثمانية وعشرين تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال ستة قناطير واثني عشر كيلو غراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب فيما تم ضبط ثمانية وسبعين ألفا وستمائة وثلاثة وستين قرصا مهلوسا وبكل من تمنراس وبرجباج مختار وجاناتا أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي مئة وتسعة وأربعين شخصا وضبطت إثنتين عشرة مركبة وستة وستين مولدا كهربائيا وإحدى وخمسين مترقة ضغط وثلاثة أجهزة كشف عن المعادن بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب في حين تم توقيف إثني عشر شخصا آخر وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وثماني بنادق صيد واثني عشر ألفا وثلاثين لترا من الوقود خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني من جهة أخرى تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لثمانية وخمسين شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع فيما تم توقيف مائتين وسبعة مهاجرين بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني إلى جناف وبمناسبة إنعقاد الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان أكد الوفد الجزائري المشارك أمس في أشغال الدورة أن الجزائر تشهد حاليا حقبة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية تهدف إلى تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء ومكافحة الفساد وتحديث الإدارة العامة وتفعيل دور المجتمع المدني في إطار دستور الفين وعشرين وشدد الوفد الجزائري على أن الجزائر تظل قلقة للغاية إذا الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في فلسطين والصحراء الغربية المحتلتين مدينة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوة الاحتلال الاستعمارية في حق الشعب الفلسطيني مطالبة بالتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم من جهة أخرى حث الوفد الجزائري المفوض السامي لحقوق الإنسان على رصد وتوثيق الانتهاكات لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي تطورات الوضع بفلسطين المحتلة استشهدت مواطنتان فلسطينياتان وأصيبتنا عشر آخرون بجروح فجر اليوم إثر استهداف طيران الاحتلال الصهيوني منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع كما استشهد أمس عشرة فلسطينيين على الأقل جراء قصف طال تجمعا للمواطنين بشارع صلاح الدين شرق مدينة رفح التي استشهد بها قبل ذلك أزيد من عشرين فلسطينيان وأصيب العشرات بجروح بعد قصف الاحتلال الصهيوني لخيام النازحين إضافة إلى تدمير كلي لمعبر رفح منفذ سكان غزة إلى العالم الخارجي تفاصيل المشهد في هذه المراسلة لوسام أبو زيد بهذه المشاهد المؤلمة بدأ الفلسطينيون يوما جديدا من أيام العدوان استشهد أكثر من أربعة وعشرين شهيدا الساعات الأخيرة في غارات على قطاع غزة مرتكبا الاحتلال مجازر بحق النازحين الفلسطينيين بعد أن استهدف أحد الخيام بمنطقة المواصل الساحلية غرب مدينة رفح جنوب القطاع والتي تضم آلاف النازحين وتلاحقهم آلات الاحتلال الحربية ليل نهار لإجبارهم على النزوح قصرا يعني اليهود مش بعدين عننا يعني بتقدر تقولها أمطار بس من 200 إلى 300-400 متر بس والقداف طول اليوم نسمحها وقول الرصاص العشوائي تشهدوا عننا كتير وتصوابوا عننا كتير هم إحنا منصحها أصوات القداف ومنظن طول اليوم من ربعين على أصوات القداف وطول النهار زي ما أنت شايف فمدينة رفح التي تشهد عدوانا مستمرا على حي تل السلطان وبالقرب من محور فلادلفيا قام جيش الاحتلال بتدمير معمر رفح البري بشكل كلي والواقع شرق المدينة ومنفذ الفلسطينيين الوحيد إلى العالم الخارجي ولم يعود صالحا للصفر ما يهدد حياة أكثر من 20 ألف مريض ينتظرون تلقيهم العلاج خارج غزة الاحتلال حرم حتى حجاج بيت الله الحرام من الحج هذا العام والصور التي خرجت اليوم من معبر رفح تقول بأنه هناك عداء بين هذا الاحتلال وبين الشجر والحجر وليس فقط البشر مجد والعسكرية من إحراق معبر رفح وهو المعبر الوحيد الذي يربط قطاع غزة وضعون يزداد سوءا مع استمرار إغلاقي معبر كريم أبو سالم التجاري أيضا وتفشي شبح الفقر والمجاعة وضيق الحال وغياب أي آفاق سياسية في ظل تعنت جيش الاحتلال وقف العدوان واستمراره في عدوانه وأحداث أكبر قدر ممكن من الدمار من رفح جنوبا وحتى بيت حنون شمالا ورغم كل الجراحات التي طالت الشعب الفلسطيني إلا أنه ما زال صامدا على الأرض ويبحث عن مقومات الصمود في ظل عدوان مستمر ليل نهار وسام أبو زيد التلفزيون الجزائري فلسطين ختاما وفي الرياضة وفي الحدث الكروي الوطني أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن نهائي كأس الجزائر الذي سيجمع بين فريقي ملودية الجزائر وشباب بلوزداد سيقام بملعب الخامس جويليا بالمركب الأولمبي محمد بوضياف وذلك بتاريخ الخامس جويليا المقبل بداية من الساعة الرابعة نشاطنا تمت شكرا لكم على المتابعة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة